اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية على نجاعة تعزيز آليات التفاوض بين إدارة الشركات والنقابات لكونه يعد السبيل الأمثل لمواجهة متنوع التحديات والمعيقات التي قد تدمر قد تمر بها العلاقات العمالية منوهن إلى أن العمل النقابي المؤسسي يعد ركيزة أساسية تخدم العملية الانتاجية وتجعلها بمنع عن أي تباطئ جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة البحرين لمطاحن الدقيق السيد غسان الأريش الذي لفت إلى الجهود الحثثة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطيد العلاقة بين أطراف الانتاج كافة عبر تقريب وجهات النظر في عدد من المواضيع العمالية بين نقابة وإدارة أي شركة بالشكل الذي يسهم في تطوير عمل المؤسسات للحفاظ على ديمومة العملية التنموية ونمائها ترجمة نانسي قنقر